هل تدفع روسيا ثمنا باهظا في حربها ضد أوكرانيا التي لا يبدو أن لها نهاية حتى الآن من كييف إلى ماريبول فخر كييف عمليات كر وفر تجري بين الطرفين حيث استطاعت القوات الأوكرانية صد هجمات الجيش الروسي الذي فوجئ بمقدار الدعم الغربي بالأسلحة والصواريخ لأوكرانيا سياسيا يظهر أن المفاوضات بين كييف وموسكو ليست أقل سخونة عن أرض المعركة حيث تصر كييف على الانضمام الاتحاد الأوروبي في ضغط يهدف إلى جعل مطالب موسكو أكثر واقعية أما عن أشكال الصفقة المحتملة بحال توصل الطرفين إلى اتفاق فترى مجلة فينينشل تايمز أن شرط حياد أوكرانيا عن الناتو والغرب يمكن أن يكون أحد السيناريوهات الأفضل للحل في مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية غربية بعدم تكرار الغزو أما عن المناطق المتنازع عليها يمكن بحسب محللين غربيين أن يكون أسوأ الاحتمالات هو اضطرار كييف إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا في مقابل سحب بوتين قواته من أوكرانيا والتراجع عن اعتراف موسكو باستقلال دونستينغ والونهانسك والسماح لأوكرانيا بالانضمام لاتحاد الأوروبي والعدول عن الانضمام للناتو على النموذج النمساوي والسويدي إذن يمكن أن ترسل مفاوضات لكن تبقى احتمالية رفض بوتين التنازل عن مبدأ حياد أوكرانيا تماما واردا جدا لأنه سيؤثر على مكانته بالداخل لكن المؤكد بحسب مسار المفاوضات هو امتناع موسكو عن إعادة تأكيد مطالبها بتغيير النظام الأوكراني وهي نقطة بحسب تقارير غربية لن تدوم طويلا في ظل إصرار بوتين على تغيير خارطة التوازنات التي يمكن أن تتسبب بحرب عالمية ثالثة يدرك الجميع أنها قادمة ويعملون على تأخيرها ما أمكن شكرا